شايف ايه رأيك في حرب السوشيال ميديا اللي هي طبعا بقيت مختلفة تماما عن حرب الجيوش والجنود ايه رأي حضرتك فيها ما هي تطور للجيوش والدبابات والطيرات والمدافع كان زمان يقولوا ايه حرب جيل التالت اللي هل حرب كلاسيكية اللي احنا منشوفها وهي اسهل بكتير على فكرة من حروب الجيل الرابع ويمكن الجيل الخامس بعد اللي حصل في البجرز في لبنان انتقلنا كمان للخامس والسادس فحابب اقول ان حرب السوشيال ميديا السلاح اللي فيها هو الموبايل الموبايل اللي معنا ده ده سلاح ده مش مجرد اداة اتصال ولا اي حاجة مثلا لا ده سلاح في ايد حضرتك مواقع التواصل الاجتماعي لحراك بتخش عليها اللي بتغزي لك العقل اللوائي بتاعك بمجموعة من الاشاعات مجموعة من الاكاذيب تبدأ هذه الاشاعات وهذه الاكاذيب تسود لك الرؤية قدامك على ارض الواقع قد يكون ان فيه صعوبات كلنا بنعيش هذه الصعوبات عادي ولكن مش بدرجة السواد اللي بدشاع او اللي بتقال فيها في السوشيال ميديا السوشيال ميديا بتعتمد على مفهوم مهم وهو مفهوم الحرب بالنفس ايه ازاي اقنعك انك تنزل تقتل نفسك او تدمر نفسك او تهد بلدك ازاي اقنعك ان الحياة مش نفعة وان كل حاجة بايزة وان كل حاجة تمام برغم ان انت في حياتك عايش عادي جدا ما عندكش اي مشكلات هي المشكلات الاقتصادية اللي بيمر بها العالم كله على فكرة احنا عندنا عالم كله النهاردة عنده غلاء وعنده تضخم وعنده مشكلات اقتصادية نتيجة للأوضاع الامنية الغير مستقرة في العالم كله مش عندنا فالنهاردة عندنا حرب في شرق اوروبا عندنا حرب في شمال ووسط وغرب افريقيا عندنا حرب داخلت على امريكا والتضخم عالي في امريكا وساعدت من الخارج ويس دوبك الفايدة بدأت تنخفت شوية في البنك الفيدرال الامريكي فالظروف الاقتصادية النهاردة هي جوز من الحب النفسية فلازم اكون اعارف ومدرك ان الموبايل اللي معايا ده ده مش موبايل مش اداة ترفيه ده مش اداة اتصور بيها وارفع بيها صور وخلاص هو بيستخدم اولا لبافة الطاقة السلبية نشر الشائعات والاختلاق الاكاذيب او التصديق الاكاذيب داخلك انك تبدأ من خلال هذا الموبايل اللي بتنشر معلومات قد تضرب بالامنك الشخصي وبالامن القومي كله فده بيحصل من غير ما احنا ندرك فلابد اكون مدرك ان انا ماسك موبايل سلاح فعلا هو سلاح اكون انا ماسك الموبايل ده وبكلم ناس انا مش عارفها في واحد تاني على الناحية التانية ماسك موبايل هو كمان انا مش عارفه هو مين هو بيكلمني ليه هو عايز مني بالضبط بيبعاتلي اللينك ده ليه عايزني انشر الخبر ده ليه وانشر الرسالة دي العشرة عشان معرفش يحصل ايه وكل الحاجات اللي بنشوفها على السوشال ميديا ممكن بمناسبة السوشال ميديا بنبص على اكتر من خبر فيك جدا ولكن يدخل على الناس اللي ما عندهاش فكرة الوعي لازم يكون في عندي وعي كبير ونداخل على السوشال ويكون فاهم كويس قوي ايه هو اللي صح و ايه هو اللي غلط ايه هو اللي نعتبر ان هو فيه نوع من الانحراف عن المصاري العالمي كله وابده اقولك لا ده فيه مشكلة هنا و ايه هو الوضع العام او المود العام للعالم اللي مصر بطبيعتها جزء منه فلما اتكلم عن ازمة اقتصادية واتكلم عن اسعار مرتفعة واتكلم عن كساد اعرف ان ده نتيجة لمود عام او لتوجه دولي عام و اعرف ان ده نتيجة للأوضاع الامنية الغير مستقرة لما تستقر وتهدأ اكيد الاقتصاد حينضبط معها على طول شكل تلك